طيب موضوع تاني عايز انتقل اليه وكان الاعلاقة بما ذكرناه الاسبوع الماضي وكنت وجهت رسالة للجنة السلسية للاتحاد المصري لقرأة القدم بخصوص ختام الموسم المحلي اللي كانت اللجنة السلسية اتفقت عليه مع الاندية انها هيكون بحد اقصى يوم 30 ستمبر بعد ما ظهرت الاجندة المتعلقة بمشاركة الاندية في الفترة اللي جاية وارتباطات السوبر الافريقي القادم او بعد القادم وارتباطات الموسم الافريقي الجديد بالنسبة للاندية وان الموسم الافريقي الجديد سنطلق يوم 10-9 هنا ظهرت الازمة ووجهت الرسالة للجنة السلسية وكان على الفور وكان فيه تواصل من احد اعضاء اللجنة السلسية مش هكلم في تفاصيل كتير اللي لسه فيه محادثات الفترة الجاية بخصوص هذا الشأن لان الموضوع ده مهم جدا الناس في الفترة الحالية مش مركزة ومش واخدة بالها لكن صدقوني فيه مشاكل فنية ومالية هتتعرض لها الاندية خاصة الاندية اللي بتشارك في البطولات الافريقية الفترة الجاية وايضا الاتحاد المصر هيواجه ازمة كبيرة جدا في مسألة تعديل مواعيد القيد وسيستم التيم اس مع الاتحاد الدولي وازاي المواعيد تكون متطبقة مع مواعيد الاتحاد الافريقي اللجنة السلسية قالت انا ما عنديش مانع ممكن انهي الدوري قبل 30-9 ممكن انهيه في شهر 8 لكن لازم الاندية تساعدني في الفترة الجاية يكون الاندية عندها الفرصة انها تساعد الاتحاد فيه ووضع حلول بالنسبة لي المرحلة اللي جاية قالوا كمان في احدى الاتصالات اللي تمت معايا في الفترة الاخيرة ان كل المباراة بتتلعب في حد او معدل زمن بين كل مباراة واخرى حوالي 3 ايام 72 ساعة فهندغط اكتر من كده اي تاني في حلول فكرة ان ممكن المباراة تتلعب بدون اللعبة اللي بيلعبوا في المنتخب اللونبي الفترة الجاية هل في امكانية لو في مباراة دولية تتلعب او مباراة خاصة بالمنتخب الوطني ممكن مدة المعسكر تكون هي الكافية ولا لا ولا ممكن تتلعب مباراة محلية الفترة اللي جاية في توقيت داية اكتر مع الاجندة الدولية كل الامور دي اكيد مطروحة للنقاش الفترة اللي جاية لكن رد اللجنة السلسية واحد اعضاء اللجنة السلسية لما تكلمت معافي يا زيج جزئية قال لي كلام مهم جدا قال لي الدور الفترة الجاية واحنا كلاجنة السلسية ما عندناش مشكلة نناقش ونضع حلول ان الاندية تكون سريعة في او تخاطب الاتحاد بسرعة في وضع حلول جزرية بالنسبة للمرحلة اللي جاية وازال الاندية كلها دور كبير جدا في وضع حل جزري لهذا الموضوع مع اللجنة السلسية الحل مش هيكون عند اللجنة السلسية فقط لازم الاندية فيما يخص كمال الاندية اللي بتشارك في البطولات الافريقية لان هي الاندية اللي هتضرر اكبر ضرر اذا الموسم المحلي انتهى تلاتين تسعة لان الموسم الافريقية هيبدأ عشرة تسعة فبالتالي لازم الدور ينتهي قبل تلاتين تمانية لازم الاندية تتدخل وتضع حلول مع اللجنة السلسية بحيث ان احنا النهاردة في شهر ابريل قبل شهر تسعة خمس شهور يكون عندنا قليات بالنسبة للفترة الجاية وجدول زمني ازاي نقدر ننتهي بكل هذه الموعيد بحيث ان لما تيجي تحدد الاندلة لها تشارك في البطلات الافريقية الفترة الجاية ما يكونش عندك ازمة في الموعيد لما تضع موعيد التيم اس او سيستم التيم اس في مسألة القيد وانتقالات اللي عمين مع الاتحاد الدولي يكون نفس الموعيد متطبقة مع موعيد الاتحاد الافريقي بالنسبة للقيد الفترة اللي جاية الحاجة التالتة والاهم انك لو ما عملتش كل ده لا هتعرف تجيب صفقات ولا هتعرف تستغنع اللاعبين وهتضطر تأيد نفس القيمة القديمة فهتبقى خسائر مالية وخسائر فنية ومش هترفع مش هتنفع ترجع لعيبة معارة ولا هينفع كمان تكمل بلعيبة عقودها انتهت في شهر خمس او شهر ستة ولسه الموسي ممتد معك لشهر تسعة فبع زي ما وجهت رسالتي للجنة السلسية وكان فيه رد يجابي الفترة الجاية على الاندية ان تصارع في الحديث مع اللجنة السلسية لوضع حل جزري لكل هذه المشاكل خلال الساعات اللي جاية مش لخلال الايام اللي جاية لان موضوع مهم جدا هيكون فيه خسائر مالية وفنية كبيرة جدا على كل المنظومة القروية في مصر بالنسبة للمرحلة اللي جاية